بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم في كل وقت وحين اللهم آمين يا رب العالمين إن الإمام أحمد بن حنبل مدرسة متكملة في منهج الاعتقاد وفي منهج الحديث وفي منهج الاجتهاد وفي منهج الفقه وقوام هذا المنهج عموما في عقلية الإمام أحمد هي التمسك بالسنة المطهرة والمش في خطى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لذلك كان مشروع عمره أو مشروع عمر الإمام أحمد الكبير في العلم إنه هو يصنف أو يؤلف كتاب يكون مرجع للمسلمين في الحديث النبوي الشريف وبالفعل قلف الإمام أحمد بن حنبل المسند وجعل هذا المسند هذا الكتاب في الحديث جعله مترتب على أسماء الصحابة الكرام الذين يرهون الأحاديث زي ما دي هي طريقة المسانيد عموما طريقة صياغة الأحاديث فيها أو وضع الحديث فيها على هذا الحال فجاء كتاب المسند الإمام أحمد بن حنبل حافل وكبير الحجم في انتقى فيه الإمام أحمد ما وضعه في مسنده انتقى فيه الأحاديث واكتهد في تحصيل كذلك الحديث الشريف يعني هو انتقى قدر طاقته في كتاب المسند وسعى في تحصيل الحديث الشريف من أئمة زمانه سواء اللي كانوا في بلده أو خارج إطار بلده وسعى في تعلم الحديث منذ نعومة الثاري وارتحلوا سافر إلى البلدان قدر طاقته سافر للبلدان اللي فيها المحدثين اللي هم علماء الحديث اللي بيعلموا الحديث عشان يتلقى عنهم الحديث النبوي الشريف وعشان يتمكن من جمع أكبر قدر من الحديث الشريف من أهله من أهل الاختصاص عشان يبلغ ويصل إلى تنفيذ ما كان يحلم به الإمام أحمد وهو تصنيف أو تأليف كتاب يكون مرجع للمسلمين في سنة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا حتى في مسألة حرصه على طلب العلم وإنه ممكن يقطع مسافات طويلة ويروح إلى بلاد بعيدة من أجل تحصيل حديث عالية الإسناد روية إن الإمام أحمد بن حنبل سافر إلى بلاد ما وراء النهر اللي هي الآن بنطلق عليها منطقة أسيا الوسطى سافر من أجل الحديث الشريف أورد ذلك الإمام شمس الدين السفاريني الحنبلي في كتابه غذاء الألباب في شرح منظومة الأداب الإمام السفاريني هو فقيه ومسلم ومحدث وحافظ ومؤرخ وصوفي وهو من علماء فلسطين الكرام هو تولد في قرية سفارين عشان كده هو بينسب إلى قريته وسفارين هذه القرية من قرى طول كرم بفلسطين الحبيبة الإمام السفاريني هو أحد أعلام الحنابلة الكبار ذكر الإمام السفاريني في كتابه غذاء الألباب في شرح منظومة الأداب أنه ذكر في كتاب حياة الحيوان للدميري يعني هو أحال إلى هذا المرجع أنه ذكر عن سيدنا الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه بلغوا أن رجل في بلغ الإمام أحمد أنه هناك رجل في بلاد ما وراء النهر معه أحاديث ثلاثية إيه الحديث الثلاثي يعني بين راوي الحديث وبين النبي عليه الصلاة والسلام تلاتة فقط تلاتة رواه فقط وده حديث نوعه بيبقى عالي الإسناد فرحل ذكر صاحب المرجع أنه رحل الإمام أحمد رضي الله عنه إليه إلى بلاد ما وراء النهر فوجد شيخا يطعم كلبا أول ما وصل عنده فسلم على ذلك الشيخ فرد عليه الشيخ السلام وبعد ما رد عليه السلام رجع تاني اشتغل الشيخ بإطعام الكلب كان بيأكل الكلب وبيشرب الكلب فوجد الإمام أحمد في نفسه يعني كأنه كده يعني أنا بسلم عليه وهو رد بس السلام ونشغل بإطعام الكلب فهو وجد شيء في نفسه إذ أقبل الشيخ على الكلب ولم يقبل على الإمام أحمد فلما فرع الشيخ من طعمة الكلب التفت إلى الإمام أحمد وأرى كده الحالة أو أرى الوضع اللي كان عليه الإمام أحمد بن حنبل وقال له كأنك وجدت في نفسك يعني عايزله كأنك وجدت في نفسك شيئا إن أنا إذ أقبلت على الكلب ولم أقبل عليك فقال له الإمام أحمد نعم فبدأ الرجل هذا الشيخ يعلم قدوم أو سبب قدوم الإمام أحمد للمسافة دي يعني إلى هذه البلاد البعيدة عشان ياخد الأحاديث عالية الإسناد شوفوا الحديث وصل لفين وأدقي إنه ده ما كانش وليد يوم وليلة إنما الرحلات دي ابتدأت منذ زمن التأسيس منذ الزمن النبوي الشريف وبدأ الشيخ يحدث الإمام أحمد بن حنبل فقال له حدثني أبو الزنادي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه دلتلاتة بس سنشرح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قطع رجاء من ارتجاه قطع الله منه رجاءه يوم القيامة فلم يلجي الجنة ثم قال الرجل بيكلم سيدنا الإمام أحمد بن حنبل قال له أرضنا دي ليست بأرض كلاب مش معهود أن نحن نشوف كلاب كتير في المنطقة دي وقد قصدني هذا الكلب فخفت أن أقطع رجاءه يعني أنه لا يطعمه ولا يسقيه وده رجاء الكلب لما وجد هذا الشيخ لكي يطعمه ويسقيه فقال له أنا خفتني أقطع رجاءه فقال الإمام هذا الحديث يكفيني ليه؟ وبعدين نرجع لأنه الحديث زي ما قلنا ثلاثي الإسناد وده السبب في ارتحال الإمام أحمد بن حنبل إليه ليحصل على هذا أو على هذه الأحاديث وبالفعل المسند فيه العديد من الأحاديث ثلاثية الإسناد وكانت عليه مؤلفات كثيرة جدا في العمل العلمي لأهل الحديث على مثل هذه المؤلفات السمينة العظيمة مثل هذا المرجع الكبير المسند للإمام أحمد بن حنبل الحديث السلاسي الإسناد زي ما قلنا أنه بين راوي الحديث وبين النبي عليه الصلاة والسلام تلت رواه لأنه كلما قال الرواه بين الراوي وبين الرسول بتكون درجة عليه الصلاة والسلام بتكون درجة الحديث عالية فسافر الإمام بن حنبل لأجل هذا النوع من الحديث الشريف عالي الإسناد فذكر الشيخ على طول هو عرف الإمام أحمد جاله ليه لأن الإمام أحمد منذ كان طالبا للحديث كان صيته وكل الناس عرفه عنه اشتهر بإنه بحرصه على طلب الحديث الشريف فذكر على طول وبدأ في رواية الحديث هذا الشيخ فقال حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه دول تلات روابس عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى نص أو متن الحديث الشريف وده كان حرص لما بنجيب ده حرص أو هذا المثال ونسوق هذا المثال الطيب من ضمن رحلات الإمام أحمد بن حنبل الكثير في طلب الحديث الشريف نؤكد على خدمة علماء المسلمين للسنة النبوية المطهرة وده كان حرص برضو من الإمام أحمد بن حنبل على تلقي الحديث النبوي الشريف وبذات كمان الحديث عالية الإسناد ورغم أن الإمام أحمد بن حنبل ما كانش أول من صنف أو أول من ألف على طريقة المسانيد يعني طريقة المسانيد دي اللي هي في داخل المسند بيبقى مثلا مسند عبد الرحمن بن عوف مسند السيدة عائشة فبيجيب كل الأحاديث اللي رواها سيدنا عبد الرحمن بن عوف ستنا عائشة سيدنا أبو بكر الصديق مسند أبو بكر مسند سيدنا عمر بن الخطاب وفي داخل كل مسند الأحاديث التي رواها الصحابي الكريم سواء كانوا رجالا أو نساءا دي طريقة المسانيد وهنفصل فيها شوية القول غدا إن شاء الله تعالى برغم أن الإمام أحمد ما كانش أول واحد ألف على طريقة المسانيد دي إلا أن مسند الإمام أحمد في الحديث الشريف لاقى من الشهرة والزيوع والانتشار ما لم يحضى به مسند آخر لا قبل مسند الإمام أحمد ولا بعد مسند الإمام أحمد وصار مسند الإمام أحمد في الحديث النبوي الشريف أعظم المسانيد قدرا وأكثرها قيمة ونفعا شهد لهذا المسند الكثير من المحدثين قديما أو حتى حديثا بأنه شهدوا لمسند الإمام أحمد بن حنبل أنه أجمع كتب السنة وأوعاها وذكر عنه الإمام بن كثير وقال لا يوازي مسند أحمد كتاب مسند في كثرته وحسن سياقاته أنه يعني في هذا كمان الزمان المبكر يصل الإمام أحمد إلى هذا التصنيف والترتيب والتأليف ويبقى عنده هذا الجهد ويقعد وقته لعمره ويجمع في هذا العمل عشان يظهر على أجمل صورة وأكثر فائدة لطلبة الحديث الشريف وللمسلمين عموما فرحم الله الإمام المبجل المبارك أحمد بن حنبل إمام المحدثين اللي بدل من عمره ووقته وجهده كتير عشان يجمع سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يجمع بمؤلف جامع بيحوي كل ما يحتاجه المسلم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في معاشه ومعاده فظل ذكر هذا الإمام باقيا فجزاه الله خير الجزاء على ما قدم من أجل حفظ سنة خاتم المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسلم